السلام أهلا وسهلا بكم في موعد الجمعة من الألو إفم سبيسيال راديو كمبوس كل عادة من توا الأربعة جولة في عالم الدراسة الجامعية مرحبا بكم هذه الألو إفم سبيسيال راديو كمبوس كل عادة تسمونا على الأفم ولا تابعونا على الشيان يوتيوب إفم تيفي مرحبا بكم اليوم نزوكم في جولة لعشرات الدول نجمو قول وعشرات الدول اللي بشيكونوا حاضرين إن شاء الله في موعد طليبي هم جدن بشيكون أيامة أربعة وخمسة مارس أربعة مارس في تونس العاصمة وخمسة مارس في سفيقس لسالون دوريونتاشون الدزيتودة الإترانجي صالون التوجيه الجامعي والدراسة في الخارج اللي بشتنظموا أستجان إفنت بشاركة من عدد كبير ملي باحتونار إمتاحة اللي جوستو شيكونوا حاضرين معانا باعتوام عبر الهاتف بش نهزوكم التوركيا للبولونيا للإمارات المتحدة نهزوكم لإسبانيا نهزوكم فكرة على اللي بارتونياغ متاع إستوديون وأيضا وخاصة التفاصيل بش تكون عليه صالون هذي شنو فيك فش نجمو تشيركو شنو الهدف متاعو سعيد جدا بشي رفقني تلت الحوار محمد الهماندي شارجة الديفلوبة المتحدة في إستوديون إفنت سعسلام محمد نوارد مرحبا أقرب شوي الميكرو أنت يا والمارد محاجد تل مارا لولا ساعة تقلو الميكرو نفرح بيك اليوم شوي نفرح بيك سيامين مارا لولا حذين بايه يسيد بايه تاسيق كثين مرحب بيك محمد نوارد مرحب بيك مرحب بيك مرحب بيك إن شاء الله اليوم نعطيهم دليتايبهين كنسرنا التوجيه الجامعي كما قلت أنت والا اليوم ديجا مقبل ما ندخل ونتعرفوا كثير على إستوديون إفنتس بطبيعة دونك التاريخ جيد جدا لاختيار دونك لدات متاعنا ديما نحننمشي في اللي ديتايه دوما أربع وخمسة مارس في وسط سنة دراسية خاصة بالنسبة لعبادة اللي مازالت خلينا أقولوا مثلا بالنسبة لتلمذا اللي مازالوا مختاروش لأنه بيش يكون في دوولي فما التوجيه وفما الدراسة دونك بالخارج الاختيار كان مقصود أن يكون في في أول يعني في فترة حساسة جدا يعني خلينا نقول وفترة لي كل واحد بيش يبدأ حايرة شو بيش نعمل كانوا عامل لسان شنير مستير اللي بيش نعملها قربت النتائج بنسبة الجميع اللي قرأوا الباك ولا الزليف كيف كيف قربت الفترة اللي همم تعانوا بيش يختار توجيه مقصود اختيار الدات هذي يا طو تافي دونك هذا ديجا مقصود فما حاجت اللي كي مقلت انتفلو برشا موجودين دونك عند الالتوديان ولا عند الالتلميذ معنى يبسي فعام ولا ميم حات عند للي پاران معنى دونك اليوماني استوديان اوفرتلو دونك مجيل انو بيش يلقى في لغيبانس عالي كيستيان الكوليك هكي كان جميعوا ديسيزيون انتاو كسواء بيش يكون بشي كامل قلايا متاع وفي تونس وفي تونس بنابعرنوا الطيقة من عند المانى بالامر دائم punishing بنابعنى كونية استوديان czy استوديان AND حسنا مانو عيت الالتنظام calculation awhile هيا مهي استوديان وَيَنز هيا و måste inhabited الت着 الالتنظم ان لم يحتkeep هيا المترجم من القواني هي مجلس الاجنس التي تخطي في المجال البرناس في مجال الدراسة هي تنا기 في العام لأنها تحدي اكثر على المجال المعين الجمع المهتمين في مجال المعين ويسوووووو القناة ويأتي على الدراسة في الخارج والأرهن لأن المشاركين يشكرو مزوز اختصاصات دي conseيئيه اونيورسي تير دي كوتش دي conseيئيه دي سالحلي وفي المقابل دي partنار مثلا من نوع الكيمة بشيكو نمعانا بعد شوية ان شاء الله مختلف في الديوف يعني عباد مسؤولين في دي جروب والا في جامعات اجنبية اللي بشي اعطيوا للطالب ثنية نحو الدراسة الجامعية في الخارج اللي بشيكو نموجودين ان شاء الله معانا ديجا في في الصالان هذية الصالان لوريونتشن اي دي اتوات المجالات اللي موجودة اللي كو سوا في تونس اللي موجودين في العالم الكل با بين اللي بشيكونوا ديجا موجودين فاما دي كونسايي بيانسور فاما دي كوتش كي ما قلت انت زيادة كيف كيف معانا يا موجودين فاما جامعات زيادة كيف كيف موجودة في تونس وكي ما جامعات اللي موجودة عبر العالم الكل معانا يا موجودين تاك بشي المماثلين متاحهم بشيكونوا موجودين سور بلاس لهنا في تونس بحضانا وهاكي دعونا نكونوا عمليين مثلا بالنسبة للممثلين مثل الجامعات لأنه في السالون ما فهمش فقط كان الجامعات فهم دي ووركشوب طول برجع لهم بعض الأكتيفيتات والأنشطة اللي مش كونوا حاضرين في السالون دونك بشكون مثلا مثلا ديستان يجي طالبوا إلى التلميذ وإلى العائلة ويقعدوا يسروا مثلا يا جامعة اللي موجودة في توركيا مثلا ولا في الإمارات ولا في فرنسا ولا في أي دولة في العالم طول بعد نعطيه القائمة من الدول اللي باش تكون تقريبا حاضرة كيفيش تتم العملية شنوة الديبلوم هكا تقريبا منحب نبسط للعبات شنو باشي القاولي باشي كونوا حاضرين شاء الله نهار 4 عمارس في تونس وخامسة مارس في سفيقس نهار 4 عمارس في أوتيل أكروبول في تونس ونهار 5 عمارس في أوتيل أكسيدنتل في سفيقس بريف اللي موجودين تاوي كدجا باشي كونوا حاضرين فما عن كي ما قلت انت دونك عمارس في صندوق صلو ما هم حاضرين كونوا حاضرين فما diyorum لأنه ما كتعرفت دراسة الجامعية ما سعى موجهة للناس الكل وإلا موجهة للناس الكل وإلا موجهة لفئة معينة السالون هو إلا مفتوح للناس الكل. هو السالون مفتوح للناس الكل. جوست نجمو تعملوا بيانسور لانسكريبسيون متاعكم. قبل ما ديجا بيش تاخدوا لبادج متاعكم. دونك على www.go.tn والسالون متاعنا بيانسور مفتوح للناس الكل. سي غاتويت. بيش نجمو الناس الكل ديجا تاخدوا لزنفرمسيون اللي حاجتها بها الكل. بالخصوص هو ويهم أكثر كالتليم ذا. الطالباء يخص زيدي كيف كيف الاولياء زيدي كيف كيف. الطالباء يخص زيدي كيف كيف. الناس الكلام بيانسور مفتوح للناس الكل. بيانسور لحضور بيانسور مفتوح للناس الكل. عموما في يعني أحداث سيب قناة في تستوديون الزيارة تكون عائلية دونك ما زالت العيلة التونسية تفكر في الدراسة في الخارج والدراسة الجمعية كمشروع عائلي يعني الناس الكل تعطي فيه راي تلميذ بي اللي يحب هو البو ولا الوم اللي بيش يصرفوا الفلوس اللي ماذا بيهم يطمئنوا على ولدهم اللي ماذا بيهم ساعات يكون في بلاسة قريبة اكسيسي بالما نعرف شكل عائل لك فيش تفكر دونك سيتم بخوجة فاميليا للدراسة في الخارج مازال تنظر للعائلة التونسية بطريقة هذي هو طوى بصيفة عامة المستقبل متاع ولادهم معناه الموضوع هو اللي يهمهم معناه دونك سيتوتا فيه نغمال معناه بيش يكونوا هما من الحاجات اللي موجودين بيانسوق في الصالان هذي ولا تونك كيما يخص التلميذ بيش بشيخوا دجا ديسيزيون متاعوا معناها واحده ولا بشيخوا استشارة من عند من عند الولياء متاعوا نتصور الكل يسوب فيه مصلحته هو معناها في الاخر دونك مرحبا بيهم ينجموا بيانسوق القاوة معناها اللي غي يبنس لكل معناه موجودين سؤال اخر بعض دعو بش نرجو احنا بعد الباب نبدو نستقبل ضيوفنا من الخارج بالفيديو كول ويكونوا حاضرين معنا وناخذوا فكرة على مختلف دونك الليزو بوكتونيتي الموجودة في الخارج واسفل الناس اللي تحب تكون حاضرة في صالون ولا تحب تمشي تكمل قريتها دونك في الخارج عادة تونسي كمشي نوعية دي ما يحشم محبش يسئل اه تشجحهم اليوم انو يستغلوا الفرصة يقول لك ما طون اخو دي بغوشور ولوش الروح اللوش على الانترنت ونكتفي ان اخو هاكا كلكو هاكا دوكيما وطل روح الفركس يعني مش كيما تاخو ورقة وكيما تلقى العابد ساعات المسؤول على الجامعة ولا المسؤول على الوجهة الجامعية هذيك قدامك قاعد لغاديك نجمي سلك على اي سؤال يخطر على بالك كيما تراوح بورقة وبروشور دونك التعامل الانساني يختلف متصورة احنا اليوم الهني جوش مبسطو لهم لحكي ومبسطو لهم بيانسور اي حاجة هوا ديجا ممكن تصعب عليهم لبروشور اوكي سي امبرتان كهوا ديجا بشي شوفوا شنو ما اللي ديتايل اللي موجودين فيهم ما اللي الدينة من التعامل التعامل الانس sebagai لو ماتلين الاع dodge جامعات من ال suspicious جامعات في الاني يشد التعامل... وخالف أحبت للمشاهدين وكما تتخبرونكم في عاملية ايضاً وكما تتخبرونكم بطبيع أشترارة وكما تتخبرونكم وكما تتخبرونكم وكما تتخبرونكم محطوط معناها آآ بطريقة صحيحة دونك اليوم استوديون ايفنت عطاتك المجال انك باش تقابلهم ديراكتما كل شاي باش ناجم توفروا آآ احنا على كل بعد آآ البيب ان شاء الله نبدأوا نستقلوا فيهم بالواحد بالواحد شكون شكون حاضر معنا ممثلين عن الجامعات في تركيا وايضا في دولة آآ بولوني باش نحكيوا على الدراسة الجامعية في الإمارات المتحدة وايضا في آآ اسبانيا ومازالنا بشرجوا لتفاصيل اخرى شونا تنجم وتلقاوه في آآ صالون التوشيه الجامعي ودراسة بالخارج من تنظيم استوديون ايفنت يام اربعة وخمسة مارس اربعة مارس في تونس وخمسة مارس في سفيقس باش نحكيوا ايضا نشكونهم للباكتسيبان اضافة الى ممثلي الجامعات والكوتش والاخصائيين الجامعيين اكتر تفاصيل تسانا فيكم بعد شوية دي ما فيها الوفم سبيسيال غاديو كومبيوس مرحبا بكم ناس الكل في اليوم في الستوديو سيموحمد الهميندي شارجة الدفلوفمون كوميرسيال في استوديون ايفنت اسلامة سيموحمد نوارتنا نحكيوا على استوديون ايفنت اللي يتنظم صالون التوشيه الجامعي ودراسة بالخارج ايام اربعة وخمسة مارس في سفيقس الموعد باش يكون اهم جدا لا يمات الجاة بالنسبة لكل طلبة تلميذ العائلات العباد اللي ناوية تأخوا فكرة قاعدين بشوية بشوية نكتشف في تفاصيل السنو وخاصة باش نستقبلوا كما قلنا اتباعا مجموعة من الضيوف شكونا حاضرين معنا خلنا نستقبل ضيفي سيد سارمت كاظم راشد جينيرال مانجر في كوفا جروب الكوفا جروب اللي يتنجم وتلقوها بقوة دونك في في تركيا وايضا في بولوني عبر مجموعة كبيرة من المؤسسات الجامعية استن سارمت مساء نور مساء الخير خياركم الله احنا وسهلا سعيد جدا انه ماهيش اول استضافة ليك معنا نترجع معنا في الو ايفام سبيسيال غاديو كومبوس نحكيوا اليوم على مجددا ساعة قبل كل شيء دونك تضامننا اللامتناهم على الاشقاء في في تركيا وكل المدن المتضررة طبعا من الاحداث الاخيرة دونك الزلزال مجددا ان شاء الله يا ربي بكل خير يعني تركيا التي تعرف تنهض خلينا نقول من رمادها ومن حطامها وتؤسس لوجهات جديدة تركيا 10 او 15 سنة التالي لم تكن وجهة جامعية كبرى اليوم تركيا تستقبل سنويا عشرات الالاف من الطلبة الاجانب من مختلف انحاء العالم في عدد كبير من الجامعات الكبيرة هكو ليلي استاذ صحيح صحيح تحياتي لكم وشكرا عن الاستضافة وشكرا لمشاعركم الكريمة رحم الله الشهداء وشاف الله الجرحة طبعا الحديث عن تركيا صراحة يطول في شتى المجالات لكن خلينا نختصر الكلام عن الدراسة الجامعية في تركيا تركيا حقيقة تتمتع ببنية تحتية تعليمية قوية شهادات الجامعية فيها شهادات معتمدة في دونسكا والاتحاد الأوروبي شمال أفريقيا أيضا وشرق آسيا الجامعات فيها من المختبرات الكثير والكثير من الأدوات فيها من المكتبات أيضا فيها من المصادر الدراسية التي توفر للطالب طبعا تكون مصادر دراسية حديثة نعم تحدثت عن الشهادة لنعرفوها أيضا أن عدد كبير من الجامعات الأجنبية ذات السيطة العالمي استقرت و أحدثت لها فروع في تركيا وهذا مما يدعم نوعية الشهادة المقدمة من هذه الجامعات أكيد طبعا اليوم الجامعات التركية أو مجلس التعليم العالي التركي وجه الجامعات بإعداد الطلبة إلى سوق العمل يعني ولذلك تلاحظ أن الآن تركيا تعتبر قوة اقتصادية أنا شخصيا أسميها هي صين ثانية على أبواب الشرق الأوسط فالطلبة أثناء الدراسة في الجامعات التركية يتم إعدادهم لسوق العمل بعد التخرج بحيث يكسبوا مهارات يكسبوا سكيلز قوية جدا ما يمتح لهم إيجاد فرص العمل بكل سهولة طبعا هذا سببه هو قوة الشهادة الجامعية حتى على صعيد الدراسة الأكاديمية يستطيع الطالب أيضا الذهاب بعد التخرج من تركيا الذهاب إلى أوروبا أو إلى أمريكا أو إلى كندا وإكمال دراستها الجامعية سواء المدستير أو الدكتوراه بدون أي مشكلة ماذا عن الحياة الجامعية أستاذ سرمت كاظم راشد؟ يعني شاهدنا صور وسمعنا شاهدات في حلقة سابقة من البرنامج عن طلبة يعني عن الجامعات وعن الكمبوس يونيفرستير يعني الحياة أيضا ما هيش فقط دراسة ولكن الحياة أيضا حياة جامعية حياة مؤمنة حياة مركبات جامعية كبرى يعني هذا يهم العائلة التونسية نتخالي فكرة أيضا أكيد طبعا أكيد العائلات التونسية عندما ترسل أولادها إلى دراسة طبعا تركيا بلد رخيص هذه أولا ثانيا مكتفي ذاتيا ثالثا الكلفة المعيشة هنا يعني لا تقارن مع أوروبا قد تصل إلى نصف كلفة في أوروبا بالنسبة للسكنات الطلابية فهي تكون سكنات داخل الجامعة داخل الكمبوس الجامعي فيها سيكوريتي عالي فيها كاميرات مراقبة فيها أمن فيها أيضا فاسيليتي فيها تسهيلات كثيرة كمطابخ كمكتبات كمثلا طاركس اللي هي جيم خلي نقول فيها مسابح أيضا طبعا تعتمد من جامعة إلى جامعة ومن مكان إلى مكان لو تسمح أن أستغل حضرك معنا أستاذ سرمد أنك جنيور مانجر كوفا جروب أيضا الذي يمد الصلة مع الجامعات البولونية هل تعتقد اليوم غير معك البلاد والوجهة اليوم في ظل ما يحدث في أوروبا وشرق أوروبا من حرب روسية أوكرانية اليوم الجامعات البولونية خاصة في الاختصاصات الطبية مثلا والشبهة الطبية تنجم تكون بديل لمثلا الجامعات الأوكرانية اللي كانت تستقبل الأليف والمئات من الطلبات وينسا سنويا مثلا يعني صحيح 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 بعد الحرب الأوكرانية طبعا صار التوجه على بولندا على بولونية لأسباب كثيرة أولا التعليم في بولندا يعني نتكلم عن تعليم يضام تعليم عمره أكثر من 650 سنة هذه واحد ثانيا تصنيف الجامع للجامعات البولندية تصنيف عالي ضمن يعني التصنيفات العالمية سواء كانت كيو أفرانكينج الأمريكي أو شنقهاي أو غيرها ثالثا الآن في ظل التضخم الاقتصاد اللي يعيش العالم سواء بأسعار النفوط أو بالمواد الغذائية وغيرها وغيرها بدعة العائلات تبحث عن ماذا؟ تبحث عن أسعار دراسية مناسبة لدخلها تمام؟ بولندا أو بولونيا كما تسمينه وأنتم أسعارها الدراسية يعني تكون يعني مناسبة كثيرا لدخل العائلة في الشرق الأوسط يعني هنتكلم عن تقريبا 3000 إلى 3500 يورو في السنة طبعا أيضا هذا بغض النظر يعني عن الأجور الدراسية أيضا الطالب يستطيع أيضا العمل في بولندا 20 فاعة دراسية رسميا يعمل فيها طبعا كفارتايم وإضافة إلى أنه يسمع له التنقل في أكثر من 28 دولة في الاتحاد الأوروبي بدون أي مستمسك أو فيزا أو أو إلى آخرين فقط بهوية الطالب شكرا أستاذ انتظاراتكم من السالون بشي تكونوا حاضرين إن شاء الله ضيوف بناتنا شو الكلمة اللي توجهها للطلبة للتلميذ للأولياء والعائلات في تونس لحضور السالون إن شاء الله طبعا إن شاء الله نحن سنكون سعداء إن شاء الله بلقاءكم وجها لوجه الأسبوع القادم إن شاء الله في المعرض يعني كلمتي للأهالي أو الطلبة أشجعهم طبعا على الحضور ستكون هناك فرص دراسية ستكون هناك منح جزئية موفرة من الجامعات التركية أيضا ستكون هناك سرعة في استخراج القابلات الدراسية ما تتجاوز الأربع وعشرين ساعة لأي طالب مهتم في الدراسة ننصحهم بجلب مستمسكاتهم أو وطائقهم حتى يتم التقديم لهم مباشرة أثناء تواجدهم في المعرض شكرا ليك فضلك يعطي كلف صحة أستاذ سارمت كاظم راشد جنرال ماتجر في كوفا جروب حدثنا معه عن الدراسة الجامعية في تركيا و بولندا نرجع لك محمد في انتظار ويلتحق بنا بقية الأضيوف محمد هماندي شارجي الديفلوبمون كوميرسال في استوديون إيفنت اللي تنظم إذن المعرض الصالون التوجيه الجامعي ودراسة الجامعية في الخارج يوم 4 أو 5 مارس 4 مارس في تونس و 5 مارس في سفيق سنفم أنه يعني الدول اللي بيش تكون حاضرة بقوة نجمول يخذوا فكرة عن تقريبا الدول اللي بيش تكون حاضرة في الصالون سواء عبر ممثلين ديبلوماسيين رسمين لأنو بش يكونوا حاضرين وإلا عن طريق ممثلين دونك متاع الجامعات ثم أتبعوا في كل حاضرة في اللي بشيقونو المعرض breatسولين وممثلين في الصالون التاليو وممثلين في الصالون التاليو ومسؤة المستخدم وممثلين في المنزل المنزل المعرض في البلدة ونغاري، ألمانيا، إيطاليا، مالتا، فمزي ده كيف كيف في اسبانيا ذلك فمزي ده كيف كيف ده جا موجودين كما فمزي ده كيف كيف في الكابينياتي كونسي اللي هما متخاصين في الدراسة وبتبيع الجامعات التونسية ومختلف الجامعات في الدول في العالم الكل موجودين إن شاء الله بولونيا, مالطا, تركيا, ألمانيا كندا, أسبانيا, فرنسا المتحدة الإمارات المتحدة بريطانيا, إيطاليا والجميل إنه تحكم المختصين يعني كيعطي في الديتائي مثلاً لحكاية تعويض الدراسات الطبية وشبه الطبية كانت في دول معينة تبشي للدول الأخرى على كل ما زلنا بش ناخدوا تفاصيل إحنا بعد شوية راجعين معاكم في الويفم سبيسيال غاديو كامبوس بش نكملو نهزوكم الاسبانيا شنزوكم زادة الإمارات ومازلنا بش نرجعو ونحكيو خاصة على مختلف الفقرات والورشات اللي بش تلقوها في سالونة توجيه الجامعي والدراسة الجامعية في الخارج أيام 4 و 5 مارس من تنظيم استوديون إيفنت رنجعو بعد لحظات ايفم أحلى راديو مرحبا بيكم نسكن معنا في الويفم سبيسيال غاديو كامبوس نحكيو على سالونة توجيه الجامعي والدراسة الجامعية في الخارج أيام 4 و 5 مارس بين تونس واسفاق سيختيار جاية للسيديون إيفنت مشكورة بالنسبة لي بش تقرب أكثر للخدمة بربي سوال بشيكون فما سيتم مثلا فما حشاش تتبثة عن ليني للي مناجمو شجي ونسأل بارك وقالا مبعد معطيات تتحط sur un سيطوال على الباج وطعي ستوديون مرحبا سي محمد مجددا دنك اللي نجمو ديجا يتخل علي ويالقاو علي ديزنفرماتي الكل pratiquement دنك فما بيانسور الباج فيسبوك الدنيا يتخل علي الباج المترجع هذا المخلج مجمو عم لهم عنه لسيط دنك اجمي كون ده جاء درانك لجورج انتعج لعبا موسيقى كل شيء إن شاء الله من أكثر الوجهات في سنوات الأخيرة بالنسبة لتوينسا والات يعني واحدة من الوجهات المفضلة مش نحكي بلانجلي ونترجم بزادة بالعربي فارد وقت لنوضيفتنا تتحدث اللغة الإنجليزية مش نزوكم الإسبانيا واحدة من الواجهات الأخيرة في عام الأخيرة لتونيجان كانت تصبح سبين وسعيد جدا نتكون حضرة معنا مديرة ديركتور ديزادميسيون في كمبيوس سبين مادام كوزيا كوزيرة شكرا لزيارة ومن خوفين على امير شكرا لزيارة مهكرا لزيارة حضرة مع المفضل كيف يرغبون من خلال في البدء لا يتمكن من خلال ini الآن في سبعة قبل إذاً مرحاية سيكون مرحاية نهاية قبل نهاية حول تلك وضعت تلك ثبكون إنها كذلك تردفت لسيطنيع لeni أسبب البيت من فيها إذاً لديهم نهاية كذلك مثل في مدكرا لذلك لدينا mucho نعم نعم لديه البيت والإمكاني للحياة والعبادة والعبادة الكثير من الأشياء التي نحن في معلومة الميزة منغرافة وتقللل عبادة أنستخبط جيد من أجل أقصر فيما كنثال كنثال ويكون العبادة و negativity من أجل الصحيان من أجل لكننا نتحدث عن التعليقات الاجتماعي لأن المعلمين من كل مدينة ومعلمين من تونسيا يمكنهم إعجابات مدينة مدينة ومعلمين في مدينة مدينة كانت مدينة مدينة إسبانيا في سنوات الأخيرة تحولت للوجهة رقم واحد بالنسبة للدول الأوروبية تونس أيضا قاعد عدد الطلبة يقرأ في إسبانيا سنويا كان يتضعف هذا راجع إلى نوعية تشهيدة جيدة جدا وأيضا إمكانية لكسي للتعليم العام العمومي في إسبانيا وما يوفروا من منح ومن فرص أهم برشا بالنسبة للطلبة وطالبات اللي يمشيوا الإسبانيا ماذا يمكننا أن نخبر المدينة أو المدينة المدينة في سنويا عن المدينة المدينة في سنويا؟ كما تعلمنا، كما تعلمنا، جزيلا إلى شخص أو المدينة 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 في سنويا سنويا صحيح إن شابت المدينة مرอะ، أعتقد أن الجانب تشهيدة الوصوليون يمكنك إيجادة عمر مقارنة ولكن إذا أحبت أجد مع أخائك ومحيش الموقع في المرحلة ومع الخارجات ومع أخيات أخوات ومع أخوات أخوات من كل مكان ومع المكان في الناس ومع المنطقة جيدة ومع المنطقة فهو المنطقة جيدة بالمقارنة للجميع سئلت على الأجواء والحياة في سبانيا لأنه عموما الفكرة أنه سبانيا دولة حيا برشا لا ترقلت ستشوفه حتى العبيد لتبع الكرة فهو المنطقة جيدة فهو المنطقة جيدة بلد تحب الحياة بلد ينجم يقر فيها الطالب ولكن أيضا يمارس حياة اجتماعية ومجتمعية أهمة جدا وأيضا كان يحب زادا يلوش على الراحة والغولكسسيون هذا متوفر جدا هل يمكننا أن نتحدث قليلاً عن المنطقة في سبانيا نعلم أن سبانيا هو أحد المنطقة سبانيا 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 بكل الشاهدات الممنوحة من الجامعات الإسبانية الخاصة والعمومية معتمدين مختلف الدول الأوروبية سبانيا 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 سكتشئ الى طونيزيا أو من الوجود من سبانيا ما تجد في الفيحة في القناة المزادمين في السباحة؟ نعم، لذلك لكي تمنعنا جميعاً للخلال للمشاهدة للمشاهدة المغربية المترجم للتواجهة البروانية هي التي ستكون هناك المملكة المملكة and we are your pathway to any spanish university we represent all spanish universities and my colleagues will travel very soon from spain to tunisia exclusively to join this expo they will be waiting for you in campus spain booth so don't leave that visit us ask any questions and we will be happy to help you to help you to choose the best university for you make sure you get your study visa make sure you can happily and successfully come to spain to study in astonish university so please don't forget to visit campus spain booth during the expo zero campus spain booth thank you so 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 much for being with us mrs cozia uh cozira director of admission in campus spain so thank you so much and uh to the next time inshallah mrs cozia thank you so so much thanks thank you so much 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 so thank you so much so thank you so much so for the few days in which ms now at first met him and globally as we are like him so we are . so you drive student events as we match up with a lot of organizations and بشكور وحضرين في سالون التوجيه الجامعي ودراسة الجامعية في الخارج نرجع لك سي محمد الماني شارجي الديفلوكمان كوميرسيال في استوديون إيفنتس يعني بدنا نفهم نوعية الضيوف اللي بشكور وحضرين مختصين من مختلف فنحاء العالم ممثلين عن الكمبيوس ممثلين عن الجامعات هذا ما الكل بخلاف هاللقاء المباشر مع الطلبة ومع العائلات والتلاميذ خلني اخذوا فكرة على مختلف فقرات سالون ديوركشوب ورشات ديز اتليه بذبت شو بشيكون موجود هو السالون هذي ديجا بشيكونو فيها كيما قلت انتي أبار مانيها لزيكس بوزان اللي بشيكونو مانيها موجودين فما لكانفيران زادة سي ترس امبرتان كهما ديجا يكونوا حاضرين فيهم خاتر ديوركشوب عبرنا ديوركس بحث ومحدث في حيواني ديوركش crecواني الصهائج بشيكونو 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 بينسور على الجامعة متاحة يحمب شيكونو على ما مكنزا ديros دو انتعال متعل اللي الرئيق والإدعا شنور شعب اللي نجموا ز Datab�aret عام لذلك كل مهم برشة زيدي كيف كيف يحضروا معناه في الكنفيرنس فما بيانسور ديزانيماسيون فما ديزجو زيدي كيف كيف فما ديكادو زيدي كيف كيف للربح فما زيدي كيف كيف دونك المختصين متع التوجيه الجامعي اللي هوم زيدي نجموا يعاونوا برشة في الشواء متع لنجمي يحضروا معناها خاصة انو للأسف سواء كانت المعاهد انتعنا او الجامعات انتعنا انيقصبرش على مستوى التوجيه على مستوى هالمختصين اللي يقعدوا مع الناس اللي يفهم ويكون خدمتهم وتكون خبرتهم دونك فورصة بش مشيوا للصالون هذي تلقاوا عباد خدمتهم التوجيه الجامعي يقراك انتي بخوفايلينج متاعك شنوه لا اهتمامات متاعك ستا مهنة رول عباد متفهمش انه التوجيه الجامعي وكون استضافنا هنا في الويفام سبيسيال غدو كونفيوس هكثر مره مختصين يعني سيتان ترافاي وما هوش سهل إذية خبرة تكتسب سنوات بشيكون إنسان مختص في التوجيه الجامعي دونك يعدي سنين سنين للأسف ما يمشيوش نشوفو حتى بالنسبة لتلامذا اللي يعملو لهم التوجيه حتى المدرسي ما يمشيو لهمش عباد يحكيو معاهم على ميهن المستقبل ولا على شو بشيكون في المخشي الترافاي ولا شو المخشي متاع الجامعات كيف كيف بالنسبة للجامعة دونك فرصة إذية بذو ما عميبش تقابلهم ومبلاش وتاخد نصيحة وتاخد الزبدة متى الخبرة متى دونك أمشي أمشي وسألوا أهم حاجة نقولها للناس ما تحشموش عائلات أولياء وتلامذا اللي مش تقاول غادي ليبس باج ومكتوب عليه مسؤول وأمشي ووسألوا دونك سي أكسيسي بلا تول مانت هو أكسيسي بلا تول مانت وكما قلت انتي دونك ما فاماش أحراج بالعكس انتي اليوم ما راهو تبني في مستقبلك والمستقبل اللي بشتبني هذي لازم يكون مبني على أصوص صحيحة دونك انتي يزمك تعرف روحك اليوم شنو تحب الضبط والناس هذي راهي لهنا م موجودة وفرناه بش بش يعاونوك انتي بش تنجم تكسب الثقة هذي وتاخد دي سيزيون معناية ليبيها الفايدة وغدوة بش تنجم تكون معناية فعال في المجتمع بعد شوين نزوكم الامارات العربية المتحدة من الدول بش تكون حاضرة كما قلنا في سالون التوجيه الجامعي ودراسها الجامعية في الخارج من تنظيم استوديو ايفينت سيما 4 و5 مارس 4 مارس في تونس 5 مارس في سفيق سنرجع لكم بعد لحظات ايفين محل رديو رجعناكم في الجزء الاخير من الويفين سبيسيال غاديو كومبوس نتحدث عن صالون التوجيه الجامعي ودراسها الجامعية في الخارج نظم استوديو ايفينت سيما 4 و5 مارس 4 مارس في تونس و5 مارس في سفيق سنرجع لكم حاضرة كما قلنا الى ممثلي الجامعات كما قاعدين ناخذ الضيوف من الخارج عبر الهاتف بش يكونوا حاضرين مؤسسات اخرى مثلا دي زمباسات سفارات مرعبشي انا دي كوتش لزورغان دك شكون بالضبط دونك بش يلقاو العبادة اللي بش تمشي للسالون هما بش يلقاو عبارة العالم صغر مانيها موجود ماليز انفرماشون خاتيكما اللي بش يكونوا موجودين دونك لزمباسات كما فرنسا كما ايطاليا كما بريطانيا كما انغاريا كما مالتا كما اسبانيا الامارات زيدة بش تكون دجا موجودة فما لكابيني دي كونسيي اللي قناهم المتخصين في التوجيه الدراسي كيف كيف زيدة دونك الجامعات زيدة كيف كيف يعني بش يكونوا موجودين جامعات تونسية و جامعات من كمن انحاء العالم احنا خنواصلوا جولتنا في كيفة انحاء العالم كما قلت انت نهزوكم مباشرة للامارات العربية المتحدة احنا خنواصلوا جولتنا في سنوات الأخيرة أصبحت وقالت تتحول بشوية بشوية نحكي وعلى تطوري فوقت لثمي ورامي بالمئة احنا خنواصلوا جولتنا في عدد طلبة لجنة في ممشو الامارات اي وي الامارات ميش فقط تسيحة ومتع شوپنج تعديرا سابم تييز ساعد جدا نحضر معنا احنا خنواصلوا جولتنا في مصطفى ديوب رواليسي المتحدة في الامارات العربية المتحدة احنا خنواصلوا جولتنا للحقارات التعريب رواليسي ستشرفك وثمًا لحنا خنواصلوا جديدة اقام للشاهد بشاهد شهر لهم تظف دون محتوامل مغمالية كل هذه المنظرات في أوروة و أمريكة تنسل في دوليك في حالة لكي تكون مقابلين لكي تكون محققا يجبون الإنسان إلى أعطاء المنظرات إلى أسانية معهم على أسانية تقليل أسانية تقليل ويجبوني أن يكون لديهم يجبوني في دوليك ويجبوني على أسانية لتفسير هذا الإقبال من الجامعات المرموقة والعالمية قاعدة سدلوكاليز وقاعدة تستقر وطنش في أفورو عليها في دبي وحتى على مستوى سوم تكون أفوردابل أكثر بالنسبة للجامعات الموجودة في دول أخرى mais une question qui se pose là est-ce qu'on garantit la même qualité de diplôme de ces universités par exemple une université installée aux Etats-Unis ou en Grande-Bretagne va s'installer à Dubaï donc elle va avoir la même est-ce qu'elle garantit la même qualité de diplôme ? oui absolument c'est la même qualité de diplôme nous par exemple nous sommes en collaboration avec plusieurs universités en Europe et en Amérique donc c'est les mêmes programmes que nous distribuons aux étudiants nous avons certains de leurs professeurs dans nos campus donc c'est la même qualité de diplôme et c'est même beaucoup plus d'avantages pour les étudiants parce qu'avec nous directement les coûts sont beaucoup moins réduits comparé à l'université maire directement M. Moustapha on sait aussi que Dubaï avec les firmes internationales donc les grands établissements économiques qui s'y installent est-ce que ça permet aussi une intégration économique pour les étudiants pour des stages ou pour même des futurs emplois ? est-ce que ça facilite un peu cette intégration ? oui absolument pendant leurs études, avant même de finir leur licence, leur master nous essayons d'assister le plus possible les étudiants niveau stage, niveau job à la fin de leur étude nous leur offrons cette opportunité nous essayons de rentrer en contact avec beaucoup d'une beaucoup de compagnies autour de Dubaï pour essayer de voir nous pouvons essayer de placer certains de leurs étudiants nos meilleurs étudiants et voilà c'est un peu d'un des pays les plus diversifiés côté nationalité on parle presque d'une centaine de nationalités qui habite tout le monde se retrouve un peu on peut se retrouver, on ne peut pas, malgré cette grande diversité mais tout le monde se réunit sur plusieurs valeurs comment ça se passe à Dubaï ? est-ce que c'est facile à vivre, c'est difficile à vivre c'est facile à s'intégrer pour des étudiants tunisiens par exemple ? absolument, comme vous venez juste de le mentionner Dubaï est un pays, on peut dire, est une ville plutôt d'expatriés il n'y a que des étrangers du coup c'est une ville très très ouverte et accueillante et la vie étudiante, je dirais, n'est pas vraiment différente comparée aux autres pays ou villes l'étudiant doit forcément s'adapter à l'environnement, au climat, à la nourriture et même à la culture du pays et aussi au système éducatif donc concernant tout cela, Dubaï facilite vraiment l'étudiant facilite à l'étudiant de s'intégrer très très facilement donc vous seriez parmi nous ou vos collègues lors du salon de l'orientation et des études universitaires à l'étranger dans quelques jours en Toulisie donc je vous laisse la parole pour inviter les Tunisiens, les familles et les étudiants à assister et à venir demander plusieurs questions et donc demander des infos sur la vie étudiantine à Dubaï Absolument, absolument, je vous remercie de cette opportunité je souhaite inviter tous les élèves et étudiants à y participer à venir très très nombreux nous serons très enthousiastes de vous rencontrer de vous donner l'opportunité de nous connaître beaucoup plus de vous donner les opportunités et les avantages que nous pouvons vous offrir avec nos programmes avec les opportunités pendant ou après vos études à Dubaï Merci beaucoup Monsieur Moustfaadiöp donc déjà, humain m'今 s'av Zusammen avec 4 des pays qui sont réellementamentés معنا وبهي راول واحد يلقى شواء يلقى في طالب كما كنا نعطيكم تشبيه بسيط كما كي تبدأ في موسم متاع هكا خضروات كثيرة سميت يحرا ويلي عندك شواء ويلي تدلل يتلقى مع كل قدام تجم تعم مقارنة في اللاسوام في اللي ديبوشي في نسبة التشغيلية فرصة سي غاتوية مع محمد شنذكره كيفش نجم العباد تقايد كيفش نجم العباد تحضر لذا جديد لك ليس معنا سابت م المهمت كيفش نجم عبر كيفش سابت وفي هذا الف明ران سöttresse لكفر نجم العباد كشك سوس كيفش لانم كايات مكتور لان trabalمل لكية 29 30 31 35363364 polite أذي رائع هذا الرس manners ربقي نحذر apparن لا تفعل اعجب لتع customers المصPER JUMP الم rogue و لكن ذكر بالليور فقط كذلك يمكن التركون اما ممثلي جيميات فما وارشد فما دي جو كونكور فما دي كنفرانس فما دي صند دي simpo فما دي وركشوب دي كدو جمي يعني تجربة كاملا مش المشتني مشي تاتا معرض classique بش بش تعيش تتلقى عباد كيف تكزيدا بلικشي تتلقى عباد قرا تقبل وطع تكفكرة دوك سي قراتو لنسي لكل خانذكروا التوقيت وين بضبط ومن وقته الوقته لن تجب من وقته لن تجب من وقته ون يقومون في واندية الأكرافول في تونس ون يجب من وقته الوثيين في سفيقص لن يجب إسم أن تكون مهتموحا لا أحتفظ أن تكونوا حذرين أنتم كنت تعبون والأسرارة للهوناء وأننا نفسه ننتظر في البداية وإننا نشأت محمد لنشأتك السياسة شكرا لكم نشاهدكم نشاهدكم المجهة نشوفك في المدجة في الوهنة الأمريكية في المنزل 4 أو 5 مارس في تونس سفاق السعيد شدًا في سيوالي ديناوارنا مرحباً سيوالي نشوفنا قد السعيد كلما ندخلناك من عندك شوية موجود إجابية نتخل بينا أنا والموجود الإجابية ونشحاب راودك مرحبا بك أسراب أسراب طرف أسراب طرف يا حسين أسراب طرف أفعل خير تجيده صديق والله لقي الحمدول الله يا ربي نعرف قلبك بيهي بعد شوية ألعاب يلا عنا العظيم عبد الحميد بن كيس اليوم أسطورة الكوميديا دونك العادة 50 مليون و3 ملايين والألف دينار صديقي حسين ونتمنى كنت تشارك معا أنه خلنا نختبر معنا قدراتك وفزيتك كنش أنا كونتري عصرك هكا كأنا كونتري كنتي نعملوا أنكويز أنا كونتري سهلي خلش سهلي خطار فروحك ترباحني سهلي أهوان مردك شلازك ده موجود إجابية راود تلقاها كان عند سيوالي درا موجود إجابية في البلاد هذه عبارة على قد ما تزيدنا أصفار على اليمين خمسين مليون قد ما تزيدنا أصفار على الأصفار هي الجيب الموجود إجابية في تونس باتشايم إليك تقدمي الكوميتي وشكرا يمينو سكين معنا في الخراج إيمين ويهيب في ديجيتال ما شكورين عزة ومحمد في الأعداد أنا حسن بلوغ لكم باويكاين نسكولنا نتقابلوا جمعة جهة إن شاء الله باي باي